احنا فيه موضوع مبالح يعني ممكن انا وياسمين كنا منتكلم عليه ممكن احنا شفنا جهود وزارة الداخلية في القبض على يعني حرامي المبال طبعا حضرتكم اكيد تابعت القصة دي على السوشيال ميديا انتي شفتها الحرامي اللي سرق التليفون بتاع متاعي على اليوم السابع طبعا مرسل اليوم السابع والحقيقة تابض عليه بسرعة جدا جدا وبعدين كمان فيه اخبار بتقول ان هو اتابض عليه هو يعني هو بعد ما اخد التليفون راح باعه فيه اخبار بقى بتقول كمان ان هو مش بس اتابض عليه لا هو اتابض عليه هو والتاجر اللي اشترى منه الموبايل لان الحقيقة فضحته كانت كبيرة قوي وملايين الناس شخوه هو خد التليفون يعني انت عارف انه وسروق يعني يعني معرفش هو برضو يعني يعني فكر غريب ان الواحد يبقى يعني انت سايق متسكل مبدئيا فانت مبدئيا بتعمل حاجة خطر لقوا بعريم بقولك ايه مش بس سايق متسكل يعني جيلك الفكر ان ان انت مش رب سجارة وسايق متسكل وسرق الموبايل وبص في الكاميرا لا ريوش لا بس هو على فكرة حد كان دايق عليه لان فضحته بصراحة كانت كبيرة قوي لا وطبعا ان هو اتجاب وتم القبض عليه بسرعة دي برضو جهود يعني رائعة لي طبعا يعني الشرطة المدنية والحقيقة يعني عايزين نقول انه هذا يعني دي بقى برضو نقدر نقول انه طبعا في جهود للشرطة لكن كمان التكنولوجي والاستخدام التكنولوجيا ايو انه سرق لايف يعني تخيل واحد سرق كده لايف وبص لقى ملايين الناس شايفا يعني احساسه كان ايه ساعتها يعني بس احنا طبعا بنشكر مرة تانية طبعا الشرطة المدنية وبنحيي طبعا زميلنا في اليوم السابع ان هو يعني دايما برضو عايزين نحيي الناس اللي بتشتغل في يعني الصحافة ان هما بيقوموا بدور اهو يعني ده واحد بيخاطر شوي بحياته او ينسرق منه التليفون وهو على طبعا طريق سريع برضو فبردو نحييي على شغله وعلى عمله